رحمة الله وبركاته حبيباتي طلبة الصف الثاني عشر متقدم بمدرسة المجتمع الثانوية الخاصة للبنات اليوم بنستكمل دروس الكيمياء هندرس ان شاء الله درس ميكانيكية الاستبدال الالكتروفيلي في الارينات درسنا على الطالب ان يكتب ميكانيكية الاستبدال الالكتروفيلي في الارينات الهدف الثاني ان يفسر تأثير عدم ثبات الالكترونات في تفاعلات الاستبدال الالكتروفيلي إيه هي تفاعلات البنزين؟ هل البنزين يتفاعل بالإضافة أم بالاستبدال الإلكتروفيلي؟ ما نوع التفاعلات التي يقوم بها البنزين؟ التفاعلات عندي اللي بيعملها البنزين هي تفاعلات الاستبدال الإلكتروفيلي طيب فسر يقوم البنزين بتفاعلات الاستبدال الإلكتروفيلي وليس تفاعلات الإضافة الإجابة نظراً لوجود ظاهرة الرنين وإحنا اتفقنا إن ظاهرة الرنين قدت إلى ثبات حلقة البنزين ثبات حلقة البنزين ده عمل على إيه؟ ضعف نشاط البنزين فأصبح البنزين أقل إيه؟ أقل نشاط يعني ما أدرش أبداً إن أنا أتفاق أدخله في تفاعل إضافة يبقى ظاهرة الرنين اللي احنا اتفقنا إن هي عبارة عن الحركة المستمرة لإلكترونات الروابط باي ده جعل الحلقة إيه؟ غنية بالإلكترونات طالما غنية بالإلكترونات يعني عندها كثافة إلكترونية عالية إذن أصبحت جازمة للمواد الإلكتروفيلية نفتكر مع بعض المواد الإلكتروفيلية أيوة الإلكتروفيل هي مادة محبة للشحنة السالبة لأن شحنتها موجبة لأن لديها نقص في الإلكترونات يبقى تفاعلات البنزين هي تفاعلات الاستبدال الإلكتروفيلي ودرسناها قبل كده اللي هي النيطرة والهلجنة والألكلة والأسيلة والسلفنة خلاص؟ إن شاء الله سندرس ميكانيكية تفاعلات الإحلال الإلكتروفيلي في حلقة البنزين ومعنى ميكانيكية أي خطوات التفاعل يبقى أول ما يقولي أذكري ميكانيكية يعني يقصد أولي الخطوات التي تم بها التفاعل تمام يا بنات؟ عندي ميكانيكية تفاعل الإحلال الإلكتروفيلي في حلقة البنزين هو على ثلاث خطوات التفاعل بيتم في ثلاث خطوات الخطوات الخطوة الأولى عندي هي خطوة تكوين الإلكتروفيل النشط تفقنا إن الحلقة جاذبة للإلكتروفيل فأنا أول حاجة بعملها إن أنا ببدأ أخلي الإلكتروفيل جاهز للتفاعل إزاي؟ قال لي بمساعدة العامل الحفاظ العامل الحفاظ بيعمل إيه هنا؟ قال بيعمل على استقطاب الإلكتروفيل يعني إيه استقطابه؟ يعني بيخلي عليه شحنة موجبة ليصبح قويا ويتفاعل مع حلقة البنزين نشوف مثال على ده هذا هنا عندي في الهلجنة عبارة عن C-L-T إيه اللي حصل؟ العامل الحفاظ عندي اللي هو A-L-C-L-3 ما له يا بنات؟ قال لي الجذب إليه C-L فأصبح A-L-C-L-4 اللي قدامنا دي تحمل شحنة سالبة وساب السي أل موجب وهو ده الإيه يا بنات؟ وهو ده الإلكتروفيل اللي عندي يبقى الإلكتروفيل بيتم تكوينه بمساعدة مين؟ بمساعدة العامل الحفاظ يبقى دور العامل الحفاظ عندي تكوين الإلكتروفيل النشط يبقى الخطوة الأولى في ميكانيكية التفاعل هي تكوين الإلكتروفيل النشط بيتم إزاي تكوينه بمساعدة العامل الحفاظ الخطوة التانية عندي اللي هي خطوة التكوين الكربوكاتيون وهي الخطوة البطيئة عندي في التفاعل ده أولا الخطوة البطيئة يعني يا بنات هي دائما الخطوة المحددة لسرعة التفاعل طيب نفتكر مع بعض الكربوكاتيون الكربوكاتيون هو ذرة الكربون عندما تحمل شحنة موجبة بنقول عليها في الحالة دي كربوكاتيون إذن كيف يتكون الكربوكاتيون عند اقتراب الإلكتروفيل النشط اللي تم تكوينه من الخطوة الإيه؟ من الخطوة الأولى عند اقتراب الإلكتروفيل النشط من حلقة البنزين بتتكون رابطة أو تنشأ رابطة بين الإلكتروفيل والكربون فتنتقل الإلكترونات من حلقة البنزين إلى الإلكتروفيل طب ده بينشأ عنه إيه؟ اللي ينشأ عنه شحنة موجبة على حلقة البنزين يبقى عندما يقترب الإلكتروفيل النشط من حلقة البنزين تتكون رابطة مع الكربون بينشأ عنها شحنة موجبة على الحلقة نشوف الكلام ده هذا الإلكتروفيل النشط اللي احنا جهزناه من الخطوة الأولى اقترب من الحلقة وانجذب إليها طبعا لأن الحلقة ذات كثافة إلكترونية عالية بعد كده يا بنات هنلاحظ عند دخول وارتباط الإلكتروفيل بحلقة البنزين اختفت الشحنة الموجبة اللي موجودة على الإلكتروفيل وأصبحت موجودة فين يا بنات على حلقة البنزين لحظوا معايا مكان الشحنة الموجبة عمال بيتغير فبنقول إن هنا الشحنة الموجبة بتنتشر على ذرات الكربون أي أن هذه الشحنة غير ثابت فنقدر إن احنا نرسامها بالشكل النهائي ده نلخص تاني الخطوة دي يبقى الخطوة التانية عندي هي الخطوة البطيئة وهي الخطوة التي يتكون فيها الكاربو كاتيون عند اقتراب الإلكتروفيل النشط من حلقة البنزين وهنلاحظ إن الشحنة الموجبة يتم كتابتها على هذا النحو ده لبسبب انتشار الشحنة الموجبة على زرات الكربون وعدم ثبتها في مكان محدد نظيف الخطوة التالتة عندي الخطوة التالتة بيحصل فيها فقد أيون الهيدروجين من أيون الكاربو كاتيون وتعود الحلقة إلى وضع التعادل إذا عندي أيون الهيدروجين الموجبة هيخرج أهو ويبدأ أيبنات لتعود الإلكترونات إلى الحلقة فتعود الحلقة إلى وضع التعادل خلاص اختفت الشحنة الموجبة اللي كانت موجودة هنا أصبحت الحلقة بدون شحنة موجبة أي في وضع الإيبنات التعادل وخرج عندي أيون الهيدروجين ارتبط بالنيكليوفيل اللي موجود عندي في التفاعل يبقى نقدر نتكلم تاني عن الخطوات الثلاث لميكانيكية التفاعل ونلاحظ حاجة مهمة الخطوات هم نفسهم في كل التفاعلات مع اختلاف التفاعلات يعني الإلكتروفيل بيختلف ولكن الخطوات لا تختلف الخطوة الأولى بكون فيها الإلكتروفيل الخطوة الثانية بكون فيها الكربوكاتيون لما بيقترب الإلكتروفيل من حلقة البنزين الخطوة الثالثة عندي بيتم فقد أيون الهيدروجين طيب علشان إيه؟ ألي علشان تعود الحلقة إلى وضع التعادل كي تعود الحلقة إلى وضع التعادل بعد كده ده تلخيص ميكانيكي التفاعل الإحلال الإلكتروفيلي في حلقة البنزين الخطوة الأولى أنا كونت الإلكتروفيل النشاط الخطوة الثانية اقترب الإلكتروفيل النشاط من حلقة البنزين وكون ربطة واتفقنا إن الخطوة دي بطيئة وهي المحددة لسرعة التفاعل لما بيرتبط الإلكتروفيل بالحلقة بتظهر شحنة موجبة على الحلقة واتفقنا إن الشحنة دي غير ثابتة في مكان محدد الخطوة الثالثة بيبدأ يخرج الهيدروجين وتعود الحلقة إلى وضع التعادل وآد الهيدروجين عندي خرق تمام يا بنات؟ لمثال على التفاعل الده وهو تفاعل النيطرة هنطبع على تفاعل النيطرة اللي احنا شفناه من ميكانيكية الإحلال الإلكتروفيل تعالوا مع بعض نستذكر معا إيه هي النيطرة؟ النيطرة هي استبدال زرة الهيدروجين في الحلقة الأروماتية واتفقنا الحلقة الأروماتية هي البنزين بمجموعة نيترو اللي هو الـ NO2 مجموعة النيطرو اللي هي الـ NO2 الكلام ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق معالجة الأرين اللي هو حلقة البنزين اللي عندي بخليط من حمد النيطريك المركز وحمد الكابريتيك المركز السؤال اللي هنا ما دور حمد الكابريتيك؟ بيقول لي هنا حمد الكابريتيك هو عامل مساعد لتكوين الالكتروفيل النشط اللي هو أيون النيطرونيوم اللي احنا شايفينه قدامنا ده طيب الكلام ده بيتم في درجة حرارة الغرفة؟ قال لي لا في درجة حرارة لا تتجاوز خمسين درجة يعني بيتم بالتسخين ولكن الحرارة لا تتجاوز خمسين درجة طيب فسر هنقوله كايلة ينتج اكثر من مجموعة نيترو نشوف الكلام المعادلة الكلية عندي ان حلقة البنزين مع حمد النيتريك المركز في وجود حمد الكابريتيك المركز ووجود حرارة خمسين درجة مقوية بينتج عندي ناتج نهائي وهو النيترو بنزين ويتخرج مركب سنوي اللي هو جزء ماء دي المعادلة الكلية تعالوا نشوف المعادلة دي حصلت ازاي ثلاث خطوات الخطوة الاولى وهي تكوين الالكتروفيل النشط واتفقنا ان الخطوة دي بتتم بمساعدة العامل الحرفاز اذا حمد النيتريك كتبه على الصيغة دي احنا ممكن نكتبها دي لكن هو كتبه على الصيغة دي علشان يوضح لي الظرات هترتبط ازاي مع اتنين جزء من حمد الكابريتيك هيا انتج ايه اله او هترتبط مع اتنين ضرات هيدروجين من حمد الكابريتيك ويتكون ايون الهايدرونيوم الان او هتخرج وهي الايون النيترونيوم اللي هو الالكتروفيل النشط عندي يبقى لو سألني ما الالكتروفيل النشط في النيترونيوم اقول له مين يا بنات ايون النيترونيوم هيتبقى عندي اتنين ايون من اتش اي اس او فور مينس دي الخطوة الاولى انا كونت فيها الالكتروفيل النشط زي ما انتم شايفين تعالوا نشوف الخطوة التانية الخطوة التانية يقترب فيها الالكتروفيل النشط من حلقة البنزين ما احنا شايفين. فبيتكون عندي الكربو كاتيون اللي انتو شايفين هيبنات قدامنا. تمام? الخطوة التالتة اللي بيبتدي فقد الهايدروجين بناخد نفقد الهايدروجين اهو. وتعود الحلقة الى وضع التعدد زي ما انتو شايفين. ويخرج الاتش تو اس او فور. الاتش اس او فور هنا هو يوكليوفيل اللي بيرتابط بايون الهايدروجين اللي خارج عندي. خلاص يا بنات? نلاحظ ان العامل الحفاز لا يتأثر. يعني بيخرج من التفاعل كما دخل. على الدرس اي مما يلي يمثل الالكتروفيل النشط في تفاعل النيترة للبنزين. نفكر. ممتاز. اي يون النيترونيوم? سؤال التاني عندنا. اكتب اسم المادة اف ما دور هذه المادة في التفاعل. نشوف التفاعل قدامنا. اذا البنزين في وجود الاتش ان او ومادة اخرى اف. كون نايترو بنزين زي ما احنا شايفين. مين المادة اف يا بنات? حمض الكابريتيج المركز. تمام. ما دور هذه المادة في التفاعل? تمام. عامل حفاز لتكوين الالكتروفيل النشط اللي هو اي يون النيتروني. بكده نكون انتهينا من درس اليوم ان شاء الله وبالنجاح والتوفيق بازن الله.